على وقع مشاورات جنيف التي ستنعقد في السادس من سبتمبر الجاري شهدت اليمن غليانا شعبيا بسبب ارتفاع الاسعار الناتج عن انهيار العملة المحلية الانهيار الكبير الذي واجهته الرئاسة بتوجيهات عاجلة والحكومة بمجموعات مصفوفات استثنائية تهدف المصفوفات الحكومية وفق نتائج اجتماع رئاسة الوزراء الى اتخاذ التدابير السريعة لتعافي الريال وتصحيح اسعار السلع الاساسية وصولا الى منع ما اسمت الحكومة حالة القلق الذي سيطر على الاسواق المالية تتضمن المصفوفة الحكومية ترحيل فوائد المنوك من العمولات الاجنبية وتفعيل عمل اللجة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى وضع اليات مؤقتة للحد من المضاربة في العمولات المضاربة التي تقف خلفها محلات الصرافة غير المرخصة وهو ما سيعمل بنظر الحكومة على تحقيق استقرار نسبي في سعر الصر توسع الحكومة سلسلة اجراءاتها باتجاه اصلاح الاختلالات في القطاعات التابعة لها حيث وقرت تقليص السفارات والملحقيات على التمثيل الدبلوماسي المؤهل وتأهيل مرافق النفط والغاز لتغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي لا تبدو هذه الاجراءات الحكومية مجدية فهي بحسب مراقبين تصدر من حكومة لا تمتلك قرار تنفيذها في ظل معطيات ميدانية تؤكد تحكم التحالف بمصادر القرار الاقتصادي على الارض وهو امر ليس بخاف على الحكومة فاللجنة الاقتصادية التي وصفت اجراءات الحكومة بمسودة حلول المقترحة اكدت على لسان رئيسها ان نجاح الحلول الحكومية مرتبط بدعم التحالف بقيادة السعودية